هنروح لخبر آخر يخص كرة اليد سيدات وزي ما قلت لحضراتكم منتخب مصر أو الدوري سيدات توقف ومنتخب مصر طار إلى أنجولا عشان يلاعب منتخب أنجولا مباريتين وديتين المباراة الأولى كانت مبارح والمنتخب خسر بشق الأنفس بنتيجة 23.2 الخبر ده الحقيقة منتهى منتهى النصر للاتحاد المؤقت أنه عمل منتخب وفي سنة استطاع أنه على ملعب أنجولا أكثر الفرق الأفريقية حصدا للبطولات في كرة اليد سيدات وأكثر فريق مثل أو أكثر منتخب مثل القرى الأفريقية في المحافل الدولية لما تروح تلعبه في عقر داره وتخسر منه فرق هدف بشق الأنفس وأنا أسف كان عندين هنا أنا أسف المباراة كانت هنا المباراة كانت هنا وهنسافر برضو بس أنا المباراة دي كانت هنا كانت في نادي سيت كلاب والمباراة خلصت بشق الأنفس 23 وهتروح لهم في عقر دارهم على فكرة أنت راح لهم هناك في أنجولا يعني البروتوكول هيلعبون هنا وروح لهم هناك فأنا لأصدى أقول إيه أنه أنت لما تلعب فريق زي ده أنجولا وهو بطل أفريقيا زي ما قلت وهو كمان أكتر الفرق المنتخبات تمثيلا ويخلص المباراة هدف على ملعبك حتى ده إنجاز كبير وأنا أتوقع أن المباراة تكون فأقر دارهم بشكل بلافس الشكل مش هتبقى فيها أي أزمة هنا أنا أحب حي لحي اللجنة المؤقتة وحي كابت الرامي المدير الفني اللي نجح خلال سنة وبعد مشاركة أفريقية لم نوفق فيها واخدنا السابع الاتحاد أصر في السياسة وقال لك أنا مكمل وراء هذا الفريق وبالمناسبة هذا الفريق بيدم أعمار صغيرة جدا يعني بيلعبوا لو قلت لحضراتكم متوسط الأعمار 22-21-23 سنة أنتم مش هستدقون فإذا هو لأنه دي الحقيقة هو المنتخب ده ماشي بشكل جيد وماشي إنه رايح على إن شاء الله بطولة أفريقيا لو استمر الإعداد والاحتكاك بهذا الشكل أنا بحي جدا الاتحاد كرة اليد إنه حتى بعد الخسارة وعدم التأهل لكأس العالم أو بطولة العالم ببطولة أفريقيا في السنغال اللي خدنا فيها السابع في شهر نوفمبر اللي فات استمر في دعم هذا الفريق وأول المعسكر ده والمعسكر بعد أسبوع أو عشر تيام هننوح لأنجولا عشان نلعبها نفس الموبرايتين وده بروتوكول حاجة يعني جيدة جدا 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 لحقيقة